السلام عليكم وصفتنا اليوم حلو بارد وسهل وسريع التحضير لو عملنا بخطوات مرتبة متتالية حيكون كتير سهل عليكم حالة زبادي بالكاكاو والنس كافيه خلينا نشوف طريقة العمل قدمت كمان حالة الرمان في فيديو سابق بالقناة رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف كمان طعمه كتير لذيذ وطيب لو حبيتوا توصلكم الفيديوهات أول بأول اضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وفعلوا جرس التنبيهات وأهلا وسهلا فيكم حستعمل صنية بايركس المقاس الوسط تقريبا حجمها 20 في 27 سانتي وإنتوا ممكن تستخدم أي صنية متوفرة عندكم رح أحتاج لبكات ونص من بسكوت الشاي بهذا الوزن أو ما يعادل تقريبا 220 جرام هرست البسكوت بشكل ناعم ممكن تهرسوه بأي جهاز كهربي متوفر عندكم وفيكم تحطوهم بكيس نايلون وتدقوهم لغاية ما ينعموا تماما بعد هيك سياحت نص قالب زبدة أو ما يعادل 100 جرام بضيفها على البسكوت وبخلطها معه بشكل منيح حتى أوزعها على كل البسكوت شايفين كيف بحاول أضغط بالمغرفة بهذا الشكل وبرس البسكوت كتير منيح بعد هيك حضيف هذا الخليط بالصنية وبحاول أرتبه بشكل جيد ولازم يكون متماسك مع بعض وبرتبه من كل الجهات وهيك تمام بحطه بالتلاجة حتى يتماسك البسكوت مع الزبدة وبهاي الفترة اللي بتكون فيها الصنية بالتلاجة حنعمل الطبقة التانية فرح نحتاج لثلاث علب لبن من النوع الدسم نوعا ما بيكون أكتر دسامة من اللبن العادي ممكن نستعمل السور كريم بهاي الوصفة بضيفهم بجات وبضيف عليهم 3 معالي اكبار من الحليب البودرة شايفين بتكون المعلقة مليانة بعد الحليب حضيف سكر 3 معالي اكبار ومعلقة صغيرة بانيلا أو بكات واحد وزنه 10 جرام وبالآخر بضيف ربع كوب من الميا وبخلطهم مع بعض بشكل منيح اذا بتلاحظوا ما استعملنا كريمة او قشطة او دريم ويب يعني المكونات كلها خفيفة وبسيطة وفي متناول اليد والميا اللي ضيفتها بتساعد انه الخليط يدوب منيح وهيك ضليت اخلط لغاية موصلة لهذا القوام الكريمي هيك كتير منيح ومناسب طلعت الصينية من التلاجة والبسكوت اصبح جامد اكتر مع الزبدة بضيف الطبقة التانية اللي جهزتها وبالمغرفة بوزعها وبرتبها على كل البسكوت بهز الصينية هيك شوية حتى تترتب الطبقة البيضة اكتر الخطوة الجاية بحمل فرن بعدين بدخل الصينية وبوط النار على الهادية بتكون النار من فوقها بس وبتركها ما بين 10 ل 14 دقيقة لغاية ما تجمد هاي الطبقة البيضة وما بدنا اياها تتحمر وتاخد لون يعني مجرد ما نحس انه اللون الابيض بدأ يتغير بنطفع عليها وبنطلعها من الفرن وهيك بعد ما طلعتها من الفرن وكنت منتبه عليها منيح شايفين كيف ضل لونها حلو بس انه جمدت شوية ما حمسكها لانها بتكون لسه سخنة وطرية بتركها لغاية ما تبرد تماما وبهاي الاثناء حنجهز الطبقة الاخيرة تنجرة صغيرة وعلى البارد بضيف معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقتين كبار من السكر ممكن تحطه 3 و3 معالق كبار حليب بودرة ومعلقتين كبار طحين ابيض و3 معالق كبار كاكاو الافضل نستعمل ومر ويكون نوعية جيدة بنخلو بهذا الشكل وبضيف كمان معلقة كبيرة نسكا فيه وبالاخر حضيف كوب من المية كل هاي المكونات رح احطها على النار وبحركها مع بعض حتى تتجانس منيح والزبدة تدوب تماما وبنتظر لغاية ما تبدأ تغلي وبطفع عليها وهيك بعد ما نزلتها عن النار اصبحت بهذا الشكل وهذا القوام ما اخدت وقت كتير على النار مجرد انها غلية وتجانست بشكل منيح هنا حبيت اوريكم كيف الصينية بعد ما بردت شايفين كيف جمدت هاي الطبقة البيضة اللي حطناها حبدأ اضيفها شوية شوية وبشكل سريع لانها هتجمد لو تركناها وعلى طول بالمغرفة بوزعها بالصينية وفي جميع الجهات وبحاول ارتبها بشكل حلو ومنظم بنحطها بالتلاجة مش بالفريزر اقل اشي من 6-8 ساعات حتى تصبح جاهزة للأكل بعد ما مر الوقت والحالة تماسك اكتر طلعته من التلاجة واصبح جاهز ممكن انزينه ونبشر عليه شوكولاتة كمان بيعطيه طعم لذيذ هاي الخطوة اختيارية فيكم تستغنوا عنها لكن زي ما انتوا شايفين بيعطي جمال لصنية الحلة وكمان بيعطيها طعم طيب كتير بنقطعها بالسكين على حسب الحجم اللي بتحبوه حل الزبادي بالكاكاو بالنسكافيه طعم مطيب كتير وخفيف ومميز انصحكم انكم تشربوه وبعد ما ناخد اطعب الصحن بنرجع وبنحط الصنية بالتلاجة حتى تضل متماسكة وطعمها طيب ان شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم وبشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله وصحتين وهنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة